اشتركوا في القناة يا أبنائي لابد أن ترجعوا وتقرأوا قول الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالتها يا أبنائي لقد اصطفى الله إبراهيم وجعله أمة وعقيدة ورسالة للعالمين من رب العالمين وأفرغ عليه صبرا وثبت أقدامه ونصره على القوم الكافرين وجعل في ذريته النبوة والكتاب فلا يأتي نبي إلا من نسل إبراهيم عليه السلام أطالت الآلهة عمرك يا أبي الألهة الألهة فقط هي من أحزن على فراقها يا ناحور أرجوك يا أبي أرجوك أدعو الآلهة أن تطيل عمرك أقد فقدت أمي وأخي هاران ألا أريد أن أعيش وحيدا في هذه الحياة الشيء الوحيد الذي لم أرى أحدا يفلت منه ولم تنفع فيه الآلهة ولم تشفع فيه الأصنام ولم تسمع فيه التماثيل الدعاء هو الموت الموت ويدخل إبراهيم ليوجه النصح لأبيه آذر يقول له يا أبتاء قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم نبي الله قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بل الآلهة أعبد لا أعبد غيرها ولا حتى رب العالمين يا أبتاء متعلى حب مردوخ متعلى دينك ودين الآباء والأجداد فليس لنا حياة إلا حياتنا الأولى ولا بعث ولا نشور ولا حساب تقولون إن آذر في سكرات الموت وإن إبراهيم عليه السلام توجه إليه لينصحه بالتوحيد قبل الموت والشهادة قبل العذاب إن آذر رجل عنيد سيموت وفي قلبه حب الآلهة إلا أن يشاء الله فإن قلوب العباد بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وما ربك بذلاء من العبيد لقد نصحه إبراهيم كثيرا كثيرا وأراه الله الآيات الكبرى فكذب آذر وعصر انتظر هنا فهي لحظات السر بين الأهل والأصدقاء هي لحظات الموت الأخيرة قد لا يرغب آذر أن يحضرها غير مع أبنائه وظل إبراهيم ينصح آذر فهو ما زال بارا بوالده حتى آخر لحظات عمره يا آذر يا صديق العمر ألا ترجع ألا تتوب إلى الله ألا تنطق الشهادة بين يدي نبي الله ألا تشعر بالخزي من إنكارك لنبوة ابنك من إنكارك لإله الكون رب العالمين رب العالمين أين أنت يا حبيبتي يا أم أبنائي أين أنت؟ يا آذر أنا في عالم آخر عالم غريب عجيب ليتك آمنت برب العالمين يا آذر إن ابننا على الحق المبين عد عن كفرك وشركك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك إنه الإله الأعظم ولن أؤمن برب إبراهيم لن أؤمن برب إبراهيم أبتا يا أبتا في رحى بالآلهة يا أبتا في جنة الآلهة يا أبتا إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور الحمد لله الذي هدانا الحمد لله الذي هدانا بولاتي سارة ما لي لا أراك إلا حزينة توضح لها سارة أن الإنسان يحيا ما بين اليأس والرجاء وأن الله قد جعل لكل شيء قدر وإن جابي من إبراهيم هو أمر قدري لا أملك لنفسي ولا لإبراهيم شيئا وهو الآن منطلق في الدعوة إلى الله لا يشغله سوى دعوة العباد لعبادة رب العباد ولكنه رجل يا مولاتي تقول سارة أصبت يا فتاة هو رجل رجل يشتاق للولد كما يشتاق كل الرجال اللهم دبر أمورنا فإننا لا نحسن التدبير أريد أن تصحر قلبي ميتاليز ويوحى حتى ينصرف عن دين إبراهيم عجل بسحرك الشيطاني هيا هيا إبراهيم إبراهيم لقد ذا عصيته ونباتينه وكثر الفاقه سأصحر كل من يميل قلبه لهذا الدين سأصيبه برعاش حتى يرجع لديننا نادماً مذموماً متحوراً أما أغذيني بدعاء لله يا أما أغذيني 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 يوحى ماذا حدث لك يا يوحى ولدي اللهم احفظه بحفظك الجميل يا حي يا قيوم برحمتك أستغي إن إبراهيم يكتسب كل يوم أرضية كبيرة في بلادنا يا جلالة الملك وما الحل؟ وملكي يتهدد أيها الوزير الحرب هي الحل حتى يرحل عنه الحرب؟ لا رجل يدعى ناحور بن آذر يريد مقابلة الملك أدخلوه يا جلالة الملك إنني ناحور من ناحور؟ ناحور أخو إبراهيم وماذا تريد منك؟ ولكني لست على دينه وقد مات أبي آذر خادم الآلهة وهو ليس على دين إبراهيم ونريد مراسم لدفن أبي في أحد معابدكم نعم نعم يا ناحور نعم يا حبيب القلب ماذا تقول يا وزير؟ انصرف الآن يا ناحور ماذا تقول يا أبي 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 آذر اللعبة أنت بإبراهيم إنك لا يجب أن تكون أبي 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 ابي أبي 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 سمعتني اشتركوا في القناة عقليتك الجبارة يا وزير هي التي جعلت من الحرب بالسلاح حربا بالعقل بالمكيدة بالمكر نعم إذا رأى الناس آثر يدفن في معابدنا انصرفوا عن إبراهيم الذي لم يستطع أن يقنع أباه بدينه الجديد وبهذا نهزب إبراهيم وأنصاره هزيبة نفسية كبيرة ينطيح به من البلاد مولاي ماذا بك؟ لقد رحل إبراهيم إلى دمشق وترك حاران وأهلها أهاجر قبل أن أهزمه وأشمت فيه إذن ألقوا بجثة أبيه بعيدا عن معابدنا سيدفن مذموماً مضعوراً في بطون حاران وترك الخليل حاران وهاجر بركبه وكان لوط في مؤخرة القافلة يجمعها وكانت سارة في منتصفيها مع النساء لقد هاجروا وفروا بدينهم هاجروا في الله ولله ولله يا نبي الله إننا أمام مشكلة كبرى لا بد أن نبحث لها عن حال ولم يكن يعرف إبراهيم عليه السلام ما هي المشكلة الكبرى التي تواجه القافلة حتى تصل إلى أرض الشام شكراً للمشاهدة